المستمعين المستمعات مرحبا بكم معنا في صهرة السبت الساعة تشير في سوديات نيلة الثامنة واحدة عشر دقيقة وهذه نوعدنا مع صهرتنا اليوم طبعا كيف رحتوا البرح واليوم حلقات متميزة حلقات اللي نقدر نسميها كانت حلقات فنية للبرح والي اليوم كذلك اللي غاديت تنقلنا من الشعر ومن الغناء والعزف إلى روح التمثيل والإخراج سواء السينمائي والمسرحي طبعا الحديث عن ابن مدينة سلع الفنان المخرج والمتعلق سيدي يوسف لهري مساء الخير مرحبا بك يونس لهرياك نقوله بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير سيدي محمد شاطر وشكرا على الدعوة الكريمة وتحية لك وتحية لكل اللي كيستمعوا لنا الآن وتحية للطاقة اللي كيصار على هذا البرنامج الرائع وأنا من المتتبعين ديال البرنامج ومن يعني من ليفان ديالك سيدي محمد شاطر وما تفوتنيش الفرصة أيضا باش نشكر لأصدقاء اللي راهم الآن في الاستماع تحية العربي تحية للسعيد أهره الزوجة دياله يسرى وأيضا تحية للزوجة الغالية ديالي ملكة اللي استحبتني لهذا البرنامج تحية لهم كاملين وتحية لكل من كي تابعك سيدي يونس طبعا من كما أنهم تعرفوا عليك أكثر وأكثر كذلك كتحضر معنا السيدة فاطمة الهادي فاطمة الهادي مرحبا بك الله يبرك الله يسلمك هذه أول مرة كتتحضر معنا أول مرة نتمنى إن شاء الله تكون البداية الله يبرك فيك مجموعة من اللقاءات اللي نقدرون نقولوا دخل في جميع الإطارات يعني نعم مرحبا الله يسلمك ما تفوتش لفرصة نشكرك سيشاتير وهذا شرف لي نكون معكم هنا في الإداعة الكبيرة الإداعة اللي كتونسنا اللي كتوعينا وكنشكر طاقا التقني الصاهر على نجاح هذا البرامج وشكرا وانا كن نقدم تحية ديالي لكل الأصدقاء والزوج ديالي اللي استحبني هنا وكنشكركم جميعا مرحبا إذن نتمنوا أننا نقضي أوقات ممتعة معكم مستمعين الكرام اللي ستنقلنا للأجواء ديال الفن السابع وكذلك ديال أبو الفنون المصرح سيدي يونس يماني يعني سؤال بديه سؤال كن طرحوه طرحنا عليك شحام مرة ولكن أكيد أنك يكون مستمعين جدود تعرفوا أكثر على شكون هو الممثل شكون هو الفنان مخرج البداية فين كانت ومنين كانت تلين طلاقة نقدرون أن نرجع شوية باش يبقى لك نسمع صوتك مزيان نرجع شوية البداية هي دائما الفنان دائما في بدايات ولو يعني 30 سنة أو 40 سنة في الميدان الفني دائما كتكون بدايات بتجارب جديدة غير بداية الفنية كانت سنة 1987 من خلال برنامج القناة الصغيرة كان يبت على القناة الأولى بصحبة المخرج سلاوي الجميل الرائع اللي طول العمر ديالوس العياد الخرازي اللي كان تعلم أنه شيء الكثير وأيضا كانت عندي لقاءات مباشرة مع السي محمد البسطاوي اللي طول الله يرحم لأن كانت في بدايات الفنية الأولى وكان هو كاتب مسرحي من طراز الرافع وكان مخرج أيضا كان تزوج بالفنانة سعاد النجار وكان جم مدينة من خريب ومن بعد الورشة عباس إبراهيم اللي خرجت واحد من جموعة ديال الفنانين من من بينهم سيمو حمد بسطاوي سيمو حمد أخي رشيد الوالي عبد الكبير الرقاقنا منفتو بن عيسى الجراري المرحوم عزيز العلوي الله يرحمه القائمة طويلة قبل المعهد العالي الفن المسرحي والتنشيط التقافي ومن بعد تدرجت وخصوصا في المسرح بشكل كبير تدرجت في المسرح كممثل من بعد جاءت الفرصة في 96 على أن ندير إخراج أول عمل مسرحي اللي كان سميته أطفال يتحدثون كان مع الأطفال وكنا شاركنا بها في مجموعة المهرجانات كان أول جريبة كمخرج مسرحي من بعد تدرجت تجربة بالإضافة لتكوين في المعهد العالي وأيضا تدرجت تكوين آخر في جو داكتور العكتين ووجدت تكوينات أخرى في ميدان الإخراج وفي ميدان المونتاج وأيضا أنا أولجت للمجال التكوين أنا كأستاذ أعطيت دروس لمادة المسرح لمدة عشر السنوات الواحد المجموعة للناس اللي راهم الآن الحمد لله كان نشوفه على الشاشة شيء من هذا ما أعطيته بالإضافة للموهمة التي أعطاه الله بالإضافة للسقل الموهمة يعني بجموعة هذه الأسماء بلما نذكر الإسم ديالها وأيضا تدرجت لحتاجة التجربة التي تلفزها أعتقد سنة 2000 وجوج 2000 ما أقلت بالضبط كانت عندي مشاركة لما يعرفوش عن الجمهور أعتقد حتى أنت محمد شاطر وأنني شاركت في مجموع هذه البرامج الغنائية كمغني من بين هذه البرامج وبرنامج نجوم ونجوم وحصلت بها على الرتبة الأولى بأغنية مغربية لأنني كان عشق الأغنية المغربية كان أنا ذاك في لجنة التحكيم الحاج يونس كان محمد زبادي كان الدكتور عبد الكريم برشيد وكانت رشيدة طلال من بعد يعني جاءت المشاركة الثانية في مهرجان الرباط الدولي اللي صبح الآن كيتسمى مهرجان موازين اللي كان كيشرف عليه الساعة عبد الحق منطرش اللي كان هو المدير العام بالدورة أعتقد الرابعة شاركت بأغنية مغربية إلى جانب الهارة مع عبدالهادي بالخيات في صرح محمد الخاميس كنتظن أنك بغيت تسالي الحلقة داب لا 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 كان أعطيك المصار ديالي أكيد ولكن ربما قد يتي كل شيء ما بقالي ممت لا لا أصاف منحبس هنا واقعي لا ما ندسل التلوزة إلا خليتك تلوزة غادي تكل ما غاديش نوقفو وهدي تكون سالات الحلقة لا بقي عندنا مدقان مرحبا نبشيه نبشيه الفاصل إشهري ثم نعود مستمعي الكرام أهلا بكم من جديد أنتما معنا مستمعي الكرام مباشرة عبر مواجعة رابيل في هذه الجلسة الفنية صارت السبت اللي من خلالها غادي نتكلمو على صناعة السينما وكذلك التلفزيون والمسرح ونشوفو كيفاش كتمر نزاف دي المراحل اللي كيمر منها الممثل والمخرج وكذلك الضيفة دينا للا فاطمة الهدي اللي كبرت في مركز التقافي دي مدينة جرادة وعايشات كثير من الناس وشافت كثير من أنه تري يعني مدينة جرادة عندي معها علاقة يعني كبيرة من خلال المخرجين المصرحيين اللي دازوا هنا فضقتنا معهم الوقت هنا في الإدعاء نعم وتكلمنا على مدينة جرادة مدينة جرادة أعطت الكثير فاطمة أعطت الكثير وأنجبت أجيال وأنجبت فنانين كبار وللأسف ما أعطوهاش الحق ديالها ما أعطوهاش الحق لم تحدى بالحق ديالها وأنجبت يعني كتير 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 كنت كان شوف كتير يعني من خلال تعايش ديالك وانت بقى في المغرب أنا داك في المركز التقافي ديال مدينة جرادة شنو اللي كان ناقص وكنت ربما ما أخذتش كما قلتي مدينة جرادة حدها مع أنها أعطت وجوه أعطت المصرحيين كبار اللي بقين الآن نحن كنا نفتخروا بهم شنو اللي كان ناقص كان ناقص الدعم ما كانش الدعم كان تقريبا كل شيء كيندار يعني من المجهودات الخاصة ديال لأبناء جرادة وكذلك من كانت تكون شيء مصراحية أو لا خصص كل شيء كيكون داك الدعم يكون مثلا غيب الأصدقاء يعني هاتش اللي كانت تكلمين لي شو من سنوات بالضبط من سنة 92 93 يعني مؤخرا 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 سمعت على أن وزارة التقافة تكلفت بالمركز والتي يلي كت فعلا يلي كت مؤخرا يعني حدث بحض العناية من طرف وزارة الثقافة وبقي لحد الساعة الحمد لله بقي لحد الساعة النسكة اللي كيعجبها نتمتلك جسد الحياة تزيد الحياة اللي كيعيشها الإنسان مع العلم أن مدينة جرادة مدينة الفحم الحجاري أنا داك أكيد فكانت هي موطن للخريطة يعني الخريطة المغرب بأجملها كل الكل يلتحق مدينة لأجل العمل فهي كانت مركز اقتصادي جدا مهم في المغرب الشرقي وبالتالي كذلك أعطت رجال ونسا في الموسيقى في الفن في الفن بصفة عامة في تشكيلي يعني الفن بصفة عامة أعطيت صراحة هذا المركز التقافي اللي كانت كلمو عليه دي المدينة جرادة نعم يعني كان كيتمول قبل ما نتكلمو الآن كما قلنا اليوم تبدلت الوقت لكن في اللحظة اللي كنت موجودة في المركز التقافي شنو هي الموارد وش ذاك الفحم الحجاري هو اللي كان الموارد اللي كيصرف على الموارد كان كيصرف على المغرب شرقي بصفة عامة والمغرب كذلك لما في هذا المركز لما في هذا المركز بيانسيو هذا المركز وكان ما كيعرف واحد الأنشاطة يعني يجد مهمة وبالتالي إنسان كان كييمثل يعني من الحرقة يعني كيمثل يعني بفعلا كأنه يعيش ديك التجربة وديك الحياة اللي كيعيش الحياة اليومية الناس اللي باقين كيشتغلوا اليوم في المصرح أو في السينما ربما نعم مع العلم أن ما كينش قاع سينما لأسف كانت وحدة كانت وحدة وصف يعني ما تزدتو تهدمات وكانت مجيزة من درسة السلام وتحياتي لذلك الجهة كاملة دي الحي السلام يعني رائعة كنا كانوا كيديونا أنا دك كان الفرنسيين باقيين عاد كانوا كيديونا دي فيلم هكا دي الكارتون ولكن مشو نشوفوهم في السبت الصباح كيديونا كانت فرجو ومنين سافي مشاو الأجاني يعني رحلو مشاو الفرنسي بقى وغل المغاربة سمحوا في ديك القاعة سمحوا في ديك القاعة سافي من ديك العهد سافي ما كينش طبعا قضية دي أو مسألة دي اللقاعة سينمائية ربما دينا نتكلمو عليها من بعد سي يونس لهري قتحامك التلفزيون نعم شمال سنة بالضبط اللي بدأ سبعة وثمانية كما قلت لك من خلال البرنامج دي القناة الصغيرة ومن بعد يعني بشكل حسيرة يعني الملامح دي الإنسان كتبدل درجة أنني من بعد يعني وحد لاني كدوط واحد وقعت لعماسي محمد البستاوي الله يرحموه في المجدوب من ينطلقينا دي كان هضر له على الأحداث دي سبعة وثمانية 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 وقال يا في تشك من نعود لك هادشي وني قتل ونرى هوي ونس الهري هادك دولية الزعر لي كان معاكم معاقل شعلي صغير بأن الملامح دي الإنسان ميكي كبر كتبدل من بعد جد تجريبة يعني الحصار والأسر اللي هما فيه أرابع قرطباء سقر قريش ملوك الطواف في الجانب واحد الأهرام دي السينيما وتلفز السورية والعربية سيمو حمد المفتاح يعني جمال سليمان من بعد يعني يعني تعرف علي الجمهور من خلال رمانة وبرطال دي المبدعة الرائعة يعني اللي كان لها الفضل الكبير في الإسم دي لأنه يتعرف علي الجمهور يا فاطيما وكن طلب من الله سبحانه وتعالى حتى يحيدوا على واحد الحصار لأننا داروا على واحد الحصار حصار فني واحد الرقابة اللي مجانية على الإبداعات دي لها والإبداعات دي لها والاستيل اللي دارت فاطيما بوب كدي في تلفزها المغربية اللي يمكن نسميه اللي هو الفانتازي استوغيك الفانتازية يعني التاريخية من خلال رمانة وبرطال ولا من خلال حديدان ولا من خلال اشتغالها على الأسطورة في حمونامير أول شاريت سينمائي فيه باللغة الأمازيغية في النانة كبيرة بكل معايير جاءت تجربة أخرى مع فريدة بورقية والجمهور بدأ يتعرف عليها شيئا فشيئا يعني أشياء قدرت وصلات إشارية في تلفزها المغربية أيضا اشتغلت مع الأجانيب مع الفرنسيين مع الإزامريكا مع الروس وكلموا أخرا واحد تجربة بسيطة جدا مع الشينواء واحد شاريت سينمائي كيتصور الآن في المغرب وغدي انتهي تصور دياله ان شاء الله أعتقد في شهر سبعه بحضور النجم الكبير جاكي شان فكيتصور الآن في ورزازات واحد التقم ضخم ديال الممثلين والتقني هم اللي كانوا في الدرل بطلوغة والكامل والتجارب توالت وحدة مر وحدة وانت منه اللي جاي ان شاء الله يكون خير ان شاء الله غير هذا القضية ديال الحيصار إذا بغنا نفهمها المستمعين المستمعات تكلمت قبل قليل للأفاطم الحمد لله أنه اليوم ربما بالنيضال الفنانين رجع شوية الدعم لهذا المركز التقافي والمصرح في الجرادة علش في نظركم أنتم كم مخرجين كاسيمائين اليوم كنت تتكلم لي على حصار ديال هذه الفنانة تلاقيت مع فنانين كبار كذلك عليهم حصار وعليهم رقابة إيك نحن في دولة الحق القانون شو نواقع شو نواقع لهذا النس شو كوني كيدير عليهم هذا الحصار في نظركم كفناني وهي مسألة جد بسيطة سيد محمد وقرت ومن كتدخل لواحد البيت بسكنة فيه ارتيلة وسكنة فيه من سنوات لا تستطيع تحيدها بسهولة خسكوا ثلاثة الخدامة أو أربعة الخدامة عاد باش يعاونك باش تخمل هذا البيت هو إيرت يعني الصينما المغربية هي مشية يعني قديمة الصينما المغربية هي وريدة الأمس يعني تودت سنة 1958 علي إدى واحد المجموعة ديال المخرجين الكبار نذكر منهم محمد عصفور سي عبد الله المصباح الله يرحم يعني سنة ما ماشي ماشي كبيرة وفي هذه الفترة التاريخية القصيرة استطعت واحد اللوبيات ديال القطاع السمعي البصري لأنها تدير لها قاعدة وربما كانوا أذكياء وكانوا أذكاء من القيمة الفنية للمنتوج الفني بل فكروا بشكل نفعية ولا بشكل براغماتي أنهم يربحوا أكثر من أنهم يوجدون واحد القيمة الفنية معينة هذا هو السبب لكي يخلي مثلا بحال فاطمة مبوكدي أنه يدار على حصار لأنها مخرجة بسيطة أعمالها بسيطة وفي البسطة ديالها في انكين القوة ديالها فاطمة مبوكدي كتشتغل بكاميرا وحدة ما عندهاش يعني واحد تقنيات كبيرة ولكن كتعتمد على الموروط التقافي الموروط يعني الذاكرة الجماعية ديالكل المغاربة كتعتمد على الأسطورة اللي كتنهلها من تقافتها اللي بعتبر أنها كتنتعمل المنطقة العزيزة على أقل أقل أسمع المختار السوسي السوس العالمة العالمة بكل يعني مكوناتها التقافية والسوسيولوجيا والاقتصادية كتنهل منها كتنهل من الأسطورة ديالها وكتعطي المستمع والمتفرج المغربي واحد فرجة ممتعة الشيء اللي كيخلي أعمالها كتتحضى بالاهتمام ديال المجموعة ديال واحد في أكبير من الجمهور المغربي فللأسف شركة الإنتاج اللي كانت تشتغل معها بغت تخلع لها مع العلم أن هذا نداء أنا مسؤول عن الكلام ديالي هذا نداء السي العربي التيت اللي هو مدير الانتاج ديال ورد البروديكسيو اللي بدأت معها فاطيما بوب كده كطفلة بدأت معها في المصرح بدأت معها في حمؤون أمير يعني يونس انتدب كتت دير كتل عبدال المحامد يلا لا لا وصيغ على ذلك حنا كن نخذ فاطيما بوب كده كمعيار وصيغ على ذلك كين فاطيما بوب كين كين فاطيما الجابيع تهي عليها حصار كين فاطيما الإفريقي تهي مسكين راس حطر على فاطيما سكين فاطيما حيدو لها برنامج تغريدة حيدو لها معرفتش علاش الأشياء الجميلة اللي كتعطى فسحة أمل الجمهور المغربي والمترك المغربي كين فسحة أمل كنشوفوا برنامج تغريدة ولا كنشوفوا حديدان كنشوفوا مثلا دويبا كنفرحوا لأن هذا شي ما عشناش ولكن فاطيما حاولت أنه تجيبوا لنا من الماضي وتحطوا لنا في صورة اللي قريبة لنا نحن ماشي بحاجة أننا نشوف أشياء اللي نحن نعيش وها مشاكل زوجية وصراعات مزيان أننا نطرح هاتش في أفلامنا مزيان هاتش دي شري تطوري دي شري دي شري دي شري دي شري يعني كنت كلمو على معانات الفنانو كنت كلمو كذلك على حنو أطات صينما و تليفزيون والمسرح للجمور ديانو هناك من يعاني الكثير و هناك من يستفادة كثيرا من خلال هذه الأعمال السينمائية والمهرجانات السينمائية اللي كتتقام داخل و خارج أرض الوطن إلا رجعنا رجعنا لك للفاطمة لهدي يعني بالنسبة شكون كليكت تتذكري على أنه داد في جراء دا و كبر في جراء دا و مش حقق نفسه داته في الرباط ولا في الدرب دا ولا مش للجه أخرى هنه الممكن القادير يعني اللي كان نبغي وهو كان نحترمه هو مسيو يحيى العمري اللي كان حي هو موجود في الصورة من تاقل مدينة الصورة والزوجة ديالو والأبناء ديالو دا مجموعة من من الأسماء البارزة كان طبعا الأستاذ داعب الحق زروالي كان ينتمي إلى منطقة جرادة ينتمي لها كانت مجموعة من الأسماء يعني ما مقتح يعني يعني كان جد وغير أنه جرادة راها عطا 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 الكتير الكتير حق زروالي فنان مصرحية ماشي سهل يعني والآن يزورونا كيجيوا بحل سيمو حمد الجام بحل بزاف ديال الممتلين اللي جاء ولمدينة الجرادة فعلا وهنا نذكره كذلك لو بقي سيمو حمد بن جدي بن جدي بن جدي الله يودي بقي مثال كي يتابر رغم يعني كل الظروف والصعاب فهو يتابر هو هو مجموعة مجموعة منهم الأستاذ سيمو حمد داني السي السوري يعني هناك مجموعة مجموعة من من الأسماء البارزان هذه المعاناة اللي تكلم عليها قبل قليل سيديونس لبعض المخرجين وكذلك حتى بعض الممثلين اللي اللي كيعانيوا هو نفس شيء اللي خلق المعاناة تكون عند المخرجين والممثلين وكذلك المصرحين وحتى انه ما يكون مصرح ما يكون ما تكون قاعة سينمائية رغم أنه كانت إمكانيات ما تبين ممكن فعلا كانت لأسف فما استخدمت بالوجه الماثيل لذلك هجروا مشاو يعني كان غلي تعلم زيان كي قرام زيان يعني أخذ القواعد دي المصرح ودي التمثيل إلى حسب القول إذن مشاو ما بقاو شيء ما كينش عندهم ما يعطي يعني عندهم ما يقول ممثل يعني بارز وعنده يعني ما يقول يعني وحد الرصيد ولكن الآسف ما كينش الدعم أنا ذاك طبعا من بين الأعمال المشهورة والكبيرة اللي تبعناها واللي كانت كذلك كتجسد واحد تاريخ شعبي دي المغربة هو المجدوب نعم اللي كان لك دور فيه ذاكرة المشتركة نعم نعم حاضر قبل 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 ذلك مشيون سمعها المغتاح الله 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 مروان خصنا قلبه على سليمان وصاف يا صاحبي من صباح ونتت تعاودي نفس لها دراك ورغي خايف لها دراك وما انسيتش نغضي تقولي يا صاحبي في مكان قولك شي ادركت قلبها ضحك هجي إلا ما لقيناش عن الترصيد يفرش في اللي يقون قل القوافرين التوسل ولا عندي يعقوب ما عنده فين يمشي يعقوب آمدرا كيبقى نيمون من ديك الطريحة اللي يعطره موسك غيز لهم زيان خفتوا علا يموت والسيد صح من ظالم ويموت ما لا مر بدي يدي الله مرأيين دول لقادي الغربية لا 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 خليه أنا غانيين تحملوا وحتا يرجع سيدي برج ها هميزان لاقل وميزان شرع إنا دلها لعب جيت حسب يا مولا قوليها سليمان وحتا وحتا يرجع سيدي برج حمات اشقل على هاد الشي ما شنقال ما قال والو المهم ده بحنا بيل لنا من غندم شروا السلاح إيه بكرتيني قوليها وش مكت عبشي واحد سيد اسميتو الصحب 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 بحيلة صلت ديها هاد اسمي الو دنيا ولا عقليين فعني غايقون من ناحية سيد عبد الكريم ما كانش من غيرو اللي قدي عطيكم خبارو الصحب 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 ما بقالي نغرنك بدو الطريق لا لا سيد عيد انتا غير تاح انا غنتكلف بالمهمة إذا وصلت لسيد عبد الكريم بلغو اسلامي يوصلي ان شاء الله يا بسم الله يا بسم الله يا بسم الله يا بسم الله وقبل علامة وجد يا بسم الله وقبل علامة وجد يا بسم الله يا بسم الله يا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله من نهار عرفته قلبه كبير وشوفته في الناس ما تخيبش يقرى الوجه وخيكون من الحجر ويني واش بغى مني نيالي نقبيلي باكتوري نطريق الصحب باكتوري نطريق الصحب بقطاطي جمرام غطي الرماد نهار اللي هدي الله يكون منه الخير وبسم الله كولوا استيراح ومن بعد نقص دكتل عنده بسم الله موسيقى تجربة ديال هاد السلسلة ديال المجدوب اللي حقيق القدس واحد اللي اقبل من متتبعين من الجمهور المغربي حيات الداكرة طبيعي الحال ديال صاريخنا الشعبي كيفاش كانت تجربة ديالك في ونسفاد الفيلم أو هاد السلسلة اولا شكرا بعد فكرتيني بها هاد السلسلة سلسلة زوينا بعدها كان بغي نترحم على سي محمد مجد الله يرحمه على سي محمد البستاوي الله يرحمه يعني وجوه كبير فقد نرح للأسف ما يمكنش يتعوده ما يمكنش ما يمكنش يتعوده خصوصا سي محمد البستاوي ما نقدروش خسارة كبيرة للسينما والتلفاز المغربية هي تجربة كانت غنية بزاف لأنها تلقيت بها فيها مع مجموع ديال يعني مدارس مدارس في التشخيص مدارس في الأخلاق اللي كانت خارج البلاطو بالإضافة للفريدة بورقية المخرجة المشرفة على العمل تبارك الله مخرجة من المخرجات الكبار اللي كان أعتبرهم أنا من دعامة الدراما المغربية اللي بدأوا في التلفاز المغربية من العقلتي حوت البار اللي بدأ معها مجموعة ديال الفناني حسن الفاتورية العلوي يعني مجموعة ديال الفناني وهذا الأساسي دمني كنذكرهم فهو اعتراف وبالجميل اللي أسداوه للتلفاز المغربية لأن إلما كناش نعترفوا إحنا يا ونذكروا الجميل ديالهم رب ممكنش يعترفوا هاد الأجيال اللي جاي اللي ما كيعرفوه همش هاد الأجيال اللي جايين بستيل آخر بطرق أخر في التمثيل فتجربة كانت غنية جدا من حيث الكتابة ديال توفيق حماني يعني من كبار السيناريس اللي كانين في المغرب اللي كتب السلسلة ديال الفريدة بورقية اللي تسميتها اللي كانت قبل منه ديال القيد جنال الكرما يعني كاتب كاتب رائع وهذه الشخصية ديال عبد الرحمن المجدوب ليد ذاكرة المشتركة ديال ديال واحد المورود التقافي المغربي المشترك ديال الجامع رمشي من السهل أنك تخوض فيه سواء كتابة أو تمثيلا أو إخراجا فكانت كانت ما حد استغرق الوقت ديال ست شهور حتى لسبع شهور في مدينة صويرة وكانت الحرارة مفرطة مفرطة وكانت عدنا واحد العلاقة حميمية مع العقارب ديال تمات تبارك الله كلها عقرب تعرفنا عليهم وتعرفنا على ذلك الناس طيبين ديال 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 وهذا المشهد هذا اللي درتيدا بتصور في واحد المنطقة ديال رقراجا منطقة ديال رقراجا اللي كتنتمي لها الفنانة الكبيرة فاطيمة والشي اللي كان وجلال تحية من هنا وكتنتمي لها الأخ فاريد رقراجا اللي كان معنا أيضا في المسلسلة فالمسلسلة جمع أخيرة الممثلين المغاربة فاريدة بورقية من السيمات ديالها ومن الميزات ديالها على أنها كتمشي الخيرات للممثلين والممثلات المغاربة وكتبقى وفية لصديقاتها ومن بين الأصديقاء ديالها كينا منفتوا كينا عيشا مهما لدائما حاضرات معها وكينا فاطيمة والشاي والمرحوم بستعوي ومجدد وكانوا دائما حاضرين معها في الأعمال ديالها فكانت منها وليطول لها في عمرها وقدر لنا أعمال من هذه القيمة أكيد إن شاء الله ومن الوجوه اللي لا تعود غالي نتكلم على وجه آخر فقدناه قبل أيام غالي نتكلم عليه بعد الفاصلة موسيقى 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 ركب تحسين أياماً موسيقى اللي كي يتبا او أراف موسيقى للأشياء الفنانين اليوم نستضيف مخرج وسينمائي ومصرحي تلفزيوني فنان كذلك كما قال لنا كان نجوم ونجوم فبالتالي معنا هرم كبير سمارك الله ما شاء الله سيديونس الهريل اليوم هو ضيفنا كذلك معنا ضيفة اللي كتزورنا لأول مرة فاطيما الهدي اللي كانت مشترفة في مركز التقافي الفني في جرادة أسبق لك تلقتي مع واحد الوجه اللي فقدناه اليوم يرحمه الله يجدد علي الرحمة سي جمال ديمنى دخيسي بهاد المنصب كانت ترحموا عليهم جميعا يعني قاعد الممتنين كانت ترحموا عليهم كيفش كان جمال الدين كشخص اللي يرحموا كشخص كان متواضع جدا شخص متواضع مني كانت تكون شي التفاتة ولا كانت تكون شي مثل شي أمسية ثقافية ولا كان يحضر إنسان طيب يعني طيبوبة عادي إنسان عادي ومن يكون إنسان متواضع الله سبحانه وتعالى كي يعطيه النور سبحان الله عنه كي يقدر محاك بحالي لك يعرفك من سنين فيعني للأسف ما كما نقوله ما شبعناش منه يعني ما ربما كما قال لنا سيديونس كان يعني هناك فاصل إشهري هو يعني ربما حتى المرض يعني كان كان دلسو شوية وليكن في الوقت اللي بغير يشتغل سيديونس بدا تنمت بدا تنمت جمال دين تخيسي هو أستاذي قراني وكان كان واحد شخصية قوية جدا وتعلمنا من الشيء الكثير جمال دين تخيسي هو معروف يعني في أوساط خرجي المعهد صاحب ستانيسلافسكي كان دائما يتحد مهووز بستانيسلافسكي ستانيسلافسكي كي يشتغل على الممثل وعلى ما هي الممثل وعلى الدواخل دين الممثل وكان أيضا مدير المعهد العالي في بعض سنوات كان رجل طيب معمرك تشوف جمال دين تخيسي قرس في الكرسي ديال بيرو ديال ودائما قرس في الجنب ديال كرسي تدخل عنده تقولوا سي جمال لا أشتاد قرس يقولك هذا الكرسي ماشي ديالي إذا وليفته واحد النهار مشكلة أنا بحالي بحال الناس لكن المرض والأقدر الإلهية كانت يعني كانت أقوى من أي شيء هنا نقدر نفتحه واحد القوس دعوة لكل المخرجين على المغاربة على أنهم يلتفتوا للطاقات المغربية ديالهم قبل ما يفوت الأوان ونبكي وعلى الضلام اللي إحنا ساهمنا فيه ومن خلال هذه الدعوة كان وجه تحية للرشيد الولي اللي كان ضيف ديالك سيد محمد شاطر في إحدى الحلقات لأنه هو اللي فتح شهية المخرجين على جمال الدين تخيسي من خلال يعني دعوته المشاركته إلى جانبه في شارة يمه اللي كان معايا في الفيستيفال اللي كان ضمه في الياج وإلا بغيتين تكلموا على هذا الفيستيفال من بعد وأيضا شارك معاه في آخر أعماله اللي هي نوح لا يعرف العوم اللي شارك مؤخرا في المهرجان الوطني دي السينما في طانجة وحصل على جائزة الموسيقى الرائع محمد أسامة موسيقى كبير فمن بعد جاءت دعوات لجمال الدين تخيسي لأنه كانوا يتخوفوا منه لأنه عنده شخصية قوية بزاف كانوا يخافوا من جمال دين تخيسي ورشيد الوالي بحكم كيفما قلنا قبل تجربة عباس براهيم الورشد عباس براهيم في السنوات السابقة تعرف على شخصية جمال الدين تخيسي وعرف مواطن القلق ديالو وعرف كيفاش داير وعرف كيفاش يميتريزي لأنه مشي منسهل أنك تميتريزي أهارم بحل جمال الدين تخيسي أنا جمال الدين تخيسي كنشبهه بحل محمد سعيد عفيفي الله يرحمه اللي كان مهووس بهاملات عفيفي مهووس بهاملات ولكن أنا كنادي بالاعتراف تقافة الاعتراف تكون فينا تقافة الاعتراف بالآخر هذا يجرني السؤال الأخر لأن فاطمة تكلمت تكلمتي على الهجرة من جرادة للرباط للصويرات للربدة اليوم نحن نشوف أن جيت جاب كل واحد وكيفاش جيت أقدار للغرباء ولكن وش ما كنت تظن معايا أنه كتخلي مثلا مركز التقافي غد يعوضك شي واحد أكيد لا ضروري ولكن كتبقى بلاستك في هذك العمل الهجرة للفنان ولا اللي كيساعد الفنان اللي كيشترك مع الفنانين اللي كيشتغل معهم اللي كيكون معهم سبعة وعشية اللي كيشوف شنو خصهم مني كنفقدوا اللي كيموت الله يرحمه ولكن اللي كيهاجر الهجرة من مدينة مدينة ربما سهلة شنو اللي يخلي لكم تهاجر وتجو للغربة المكاتب بعد أول المكاتب وسبحان الله العظيم ما كتبشي فيه مش شاكل الله سبحانه وتعالى يعني كتكون موظف كتجي شي شي حاجة كتتبدل ضمن كتقول الخيار مكان ميدار اللي بهاد نسبة للمرة يمكن كتزوج كتجي معرج لها ونبني عليه السلام وبهاد بهاد المناسبة كان نبغي نحي يعني واحد الجمعية اللي في مدينة جرادا اللي بقية كتكافح لحد الساعة بقى عندك تواصل معهم للأسف ما بقى لش بزاف نتبتر 14 عام من خرجنا مدرادا إذن تبدلت فيها أمور وأمور ولكن كيعاودوا لي الأصدقاء والصديقات مني كيعاودوا لي كيقولك والديزعمار الحمد لله بدأوا كيقراء وكيمشوا المعهد لا يعني مؤخرا كان معي مخرج مسرحي قل على التقاف يعني اهتمت بهاد الممتلي نرجع لك سيد يونس بالنسبة لهذا النقطة هدي ربما ممكن فهموا المرأة كتبع رجلها كتجي مع رجلها إذن إيلا سمحت بالنسبة الممتيل مني كيبغي يعطي يعني عنده واحد الخام يعني عنده موجود كاين ويكي ما كيلقاش فيه ما كيلقى لا دعم وأصلا هو من عائلة عادي لأن المستوى في جرادة مستوى يعني عادي جدا يعني ما غادش نبقى وإن كما قال هالأخور إذن في جرادة في جرادة المستوى كان عادي جدا من بعد ما تغلقوا المناجي كانت الكاريت العظماء في سلا في الرباط في الدار البيضاء ربما كانت الأفاق مفتوعة شنو اللي خلق لأنا نقول بشي بسألة بسيطة جدا شي رأت بعد المرات أسدي محمد ركي يكون ممتيل ساكن غاف في الحومة اللي حدك في كازورة مهاجر سد عليه داره ومهاجر رأي ما كان لهجرة الفنان على أنه مات ولا أنه الدغاسي تقلع من الجذور رغي الكس دال اللي كان في أوروبا ربما الروح ديال اللي كان في المغرب وخير دليل هو أن صورت مؤخرا شارج الأشريطة سيني مائية فوار زلزات وجيت يعني كان تواصل بالعكس الهجرة الفنان هي إضافة نوعية للمشهد السماعي البصري في المغرب مني كاتهاجر كاتهاجر باش تنهل من مدارس أخرى باش تنهل من تجارب أخرى ولكنك اللي هاجر هو سخت ما يمكنش الفناني يكون سخت علاش حيتي إلى هاجر خسك تغير تساهم في التغيير إلى هاجرتي تساهم في تغيير من بلاد المهجر ممكن أنك تساهم في التغيير كيف تساهم وأنك تجيب أفكار جديدة وأنك تجيب مشاريع جديدة تجيب برامي جديدة نحن كان نشوف القنوات الأجنبية في المستوى دي لهم في نوصل بالعكس هذه إضافة كيفما قلت الشركات لإنتاج على أنهم ينفاتحوا على الفنان المهاجر ومؤخرا نبدو ينفاتحوا على الفنان المهاجر وهذه بعض المخرجين وبعض المنتجين اللي يقول الطيارة غالية والمسائل وكيدرب الحساب وشطيرة يتغدجوش دي المرات كيجيب واحد منفاس كيصدق هذاك لجي مبلجي كيجي قبل من هذاك لجي منفاس كي تقام عليه أرخص وش حم مخرجة يصور وش حم مخرجة هاد العالم كامل أصبح قرية صغيرة إلا بدنا كنفكروا بالحدود الحدود عندنا في الفكر دينا وفي العقل دينا الحدود لا يوجد عند الفنان الفنان ديما الباليزة ديما في رحلة ديما انت دبت بارك الله انا كتشفت كام مخرج مسرحي قدرت عمل انت كتشفت كام مخرج وغنتكلم على هذه مسألة وغنتكلم شهادتي بكل مصداقية شهادة شهادة لا 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 أنا شفت عمل شفت عمل شوف وغدين نرجع نتكلم على الهجرة وشفت عمل رائع بكل ما كتحمل كلمة الروعة من معنى علاش اعتز وافتخر بهذا علاش انا نقول لك علاش اشتغلتي ببساطة اشتغلتي على واحد لمدرسة بدينة كان افتقدوها لي مصرحة البساط مصرحة البساط واحتفالية الدكتور عبد الكريم برشيد جوج لأعمال درجتي وفي عمل واحد ودرتي واحد المسألة اللي هي خطيرة ربما بفتنة أو بغير فتنة وهي عملية احنا كندرسوها في المعاد ودرسنا يتكسر الجدار الرابع مازال ممتلين محترفين ما كيوصلوش انه يكسر الجدار ويمشي عند الجمهور ويتفاعل معه انا شفت فيك كل مقومات المخرج المصرحي المتمكن من الادوات دياله رامشي من السالة دي محمد باش نقول لك انك تضبط هدوك الناس عندك ما يزيد على تقريبا 12 أو 13 ممتل فوق الخشبة بلا اضافة الفرقة موسيقية وكتسيرهم من بعيد بحل واحد المايسترو هدك مسألة رائعة جدا تقنيات رائعة تقنيات رائعة جدا تقنيات رائعة هذا دليل على اننا نرجع لسميته للسؤال ديالك ديالله يا زراح هذا عمل تولد في المهجر تفضل تفضل ونكملوا الحديد خلتك انك تنضم واحد المهرجان سينمائي هنا واستضفتي فيه مجموعة من الأفلام فين وصل هدو المهرجان وفين وقف وفين هدو الغبور دياله والمهرجان خصو جوجد الحلقات باش نباش نتكلم غير المهرجان بوحده غير المهرجان بوحده لان فيه ميد قل المهرجان مهرجان اسميته نجمة الكريستال للفيلم المغربي اللي كيتقام في الكيني بوليس وهذه ستون بروميار في تاريخ المهرجانات سينمائية في أوروبا بصفة عامة أنه يدار مهرجان سينما مياف المياه مغربي في أكبر المركبات السينمائية الأجنبية أنه يتعلق عفش الفيلم المغربي إلى جانب أفلام أجنبية هذه كان اعتقد بأنها ستون بروميار كما قلت الدور الأولى كان فيها مجموعة ديالأفلام وكانوا مخرجين كبار حاكم النوري عز العرب العلوي إبراهيم شكيري اللي جب طريق إلى كابول الدورة الثانية أيضا كان مجموعة ديالالفنانين الكبار اللي كانوا ضيوفة عندكم سيد محمد سيد رشيد الولي سيد سلام القلاعي عثمان ناصيري موراد الخودي وأيضا كانوا حاضرين في المهرجان مجموعة ديالالشخصيات كان وزير ديالالبيتجي البلجيكي وكان القنصل العام المغربي لكن هذا المهرجان توقف في الدورة الثانية لعدة أسباب هي أسباب أمنية وهذا أول مرة ربما نتكلم على هذه المسألة وهذا هو الذي يجعلنا أن نراطي سنتين بالتالي ورشيد الولي إذا أسمحتي ليسني محمد أعلن في الدورة الثانية على أنه السفير ديال هذا المهرجان ديال النجمة الكريستال للفيلم المغربي اللي يقدر في كينيبوليس غكور الياج الدورة الثالثة وإحنا في صدد الاشتغال اللي ها وكنت في مهرجان سينيما الوطني في طانجا وتلاقيت مع مجموعة المخرجين أعطوني الأفلام ديالهم من ضمنهم مسافة ميل بحيدائي اللي سمحتين تكلموا عليها من بعد تكلموا عليها ديالي مسافة ميل بحيدائي غبيش من نساش المهرج مسافة ميل بحيدائي اللي كليمتل المغرب البارح في الفيستيفال الانتغناصيونال فيلم بوليسي في الياج في دورته 11 وهذا الفيلم هذا المبدع ساعد خلاف وهو مخرج مغربي شاب مقيم في كندا هو أول فيلم باكرة الأفلام الجميلة ديال اللي دار من بعد واحد الأشريطة قصيرة دار هذا الفيلم هذا أول مرة في تاريخ سينيما المغربية كي حصد ما يزيد على 25 جائزة داخل وخارج الوطن حتى في أمريكا في لسانجليس دا لهم جائزة سوف أدغ بأن هذا شرف كبير لهذا السينيما المغربية ساعد خلاف أنا تصلوا بي لإخوان لأن هذا عنده علاقة ارتباط بالميه رجال اللي كان دير أنا في الياج لأن الفيلم كان ضمن لائحة الأفلام اللي أنا درجتها في هذه سنتين في الدورة الثالثة واللي ما تتمش لأسباب أمنية كما قلت أنا بويتين تكلموا عليها أننا تتصلوا بي المنظمين بغنى لكوغدوني ديالو بغنى نبيل عيوش لأنه جيبت خيل الله من خيل الله ما دخلش في المسابقة الرسمية وتم اختياره من ضمن 150 شريط أجنبي ساعد خلاف أعطيتهم لكوغدوني أساس أنهم يتصلوا به المسابقة على أمين ناجي سيد لحسابهم لا يحصلوا عنديهم ساوه لا يتصلوا به لا يتصلوا لا يحصلوا لهم ورشع في حالة الكازا البارح أخبر مستأ قال لي كيف يعقل أن الفيلم تزمع الثمانية اليوم وأنت واحد مجل عندي قال لي أنا مستأ من هد المهرجان وقالت له أنه سعيد الفيلم ذيالك هو الذي ستكلم عليك هو الذي سيفكره هو الذي سيفكره فيك إنه سلاوية صحة هو الذي سيفكره فيك صحة لأن الفيلم ذيالك هو أرقى من هذه السلوكات الإصيبية من قيمة المهرجان الفيلم اللي بوليسيد في الدورة دياله 11 عام وهذه أنا لا يمكن أن أسكت على لأن إهانة السينما المغربية وإهانة المبدعين المغاربة أنك تجيب الفيلم وتوتهين البطل الذي هو أمين ناجي ممتيل من الممتيل الكبار تلفزها والسينما المغربية والمخرج سعيد خلف كما قلت لك شرف سينما المغربية فكنتمنى أن الغيورين على ثقافتنا على أنهم يضموا صوتهم الصوتي وأننا نتحركوا فيها دفات سميته لن نبقى لقما سائغة في الدمن من هبة ودب الحمد لله المغرب انتقل هذه السنوات من إنتاج خمسة أفلام إلى تقريبا ما يزيد على ثلاثين فيلم سينمائي ونعتقد أن بلجيك وصلت إلى هذا العدد أن تنتج ثلاثين فيلم سينمائي في العام فالحمد لله السينما المغربية كتمنى المغرب في مهرجانات الدولية مثل لسانجلس في جميع أفكار كي يكون الفيلم المغربي هل هناك أمل في عودة المهرجان لك للوجود؟ هناك أمل لأن القضية عند الشرطة لأننا توصلنا برسائل تهديد التي مستطلت عائلتنا ومستطلت أولادنا ووصلنا فيديويات التي يهددون فيها ويهددون بالأمن لأننا نوقف هذه التظاهرة لا أعرف شيئا هذه مسألة مجانية كنت أقول بأنه غبي نحن نخسره في هذا المهرجان لا نربحه كل شيئا وهذا من بين الأهداف وهو أنني هاجرت لأنني لدي مشروع ثقافي جيت لنزرعه في هذا البلاد حامل معي البضرة أنني ندير مهرجان سينما ومن بعد ندير مهرجان المصرح ومن بعد ندير مهرجان المصرح الطفل هؤلاء المشاريع التي حامل في الدين أنني أدريكا لن يجب أن ندير التطور ونديرتو في المغرب الحمد لله فأنت أعرفتكم كونيكي هذا والذي مهرجان المواقع والسيبار والذي ستحدثون واحد ستفتني لأنه لم يتطلبوا منه الكاميراة تفتني ومن ثلاثة الخطة ولكننا ستفتني ونعطينا الهدوز عامين التي ستفتني نغم المودة بخصنا نكون في دور الخالس إن شاء الله إلى عود دركته يعني ما كانش يشكل اللي أهم هو أنه يرجع وأنتمنا على الله أخو يا محمد ولكن يد واحدة لا تصفق بوحدة ما نقدرش أنا بوحدة ما نقدرش باش نبقاش نتبنى واحد الحاجة اللي كبير مني بوحدة ما نقدرش ندير ميهرجان ديالسينيما مغربية في بلجيكا نهائياً لا من المغرب ولا من بلجيكا العام للفات يعني صفته كيف يعقل أنه هذا هو الغريب في الأمر أنا صفت البوصوف وإذا كنت استمع أنا مكان خافت أمشي واحده هذه مسألة معروفة عليها من سنين صفت البوصوف اللي هو مجلس الجالية سكرتير جنرال جوبونس ديال مجلس الجالية صفت له لدوصي قال لي هذي مفخارة لنا وذيك الهضراء واللغات الخشاب وذيك المسائل وأن أنا غن ندعمه ما كينواله أنا كنقول للناس ما تعتمونيش الفلوس أنا ما باغيش الفلوس كيندعم عندهم جمعة ديال الأشكال دعموا هاد المهرجان راكم كتدعموا لا باغيش الفلوس التقافة المغربية اللي كتندرج في إطار العيش المشترك اللي كتندرج في إطار ناتيك غاسيون دعموا كل جميع ناتيك غيش الفلوس ناتيك غيش الفلوس اللي دخلونا في العقلية ديال الشباب ديالنا ندعموا هاد الأراب التقافة باش نحلو مجموعة ديال الإشكاليات أنا المركز السينمائي المغربي باش نتكلم عليه المركز السينمائي المغربي دفعت له لدوسي في إطار الدعم اللي كتدعمه المهرجانات سينمائية عجبهم لدوسي عيطولي مشيت بطيارة يعني خلصتها من مالي الخاص باش ندافع له لدوسي يعني أعطاوني واحد المبلغ مالي اللي هو ستين ألف درهم بستدل مليون هادي سنتين ولكي أعطاولي غا حبر على ورق لحد الساعة ما توصلتها بريال مصرفتيش الحبر على الورق ونصفت الفلوس من المغرب إلى الخارج لحد الساعة هذا سؤال مبهم والمهرجان سيتدار ولو طارت مع ذاكي مكان أنا غان دير المهرجان غان دير المهرجان حيث ثقافة المغربية ديالي غان دافع عليها حتى الآخر رمق إذا هذا طموح اللي كنا نفتخر بيه يكون عند الفنان أكيد بالنسبة للفطي ما يعني؟ مني كنت تسمعي هاد المعاناة ديال الفنانين ربما نعضروه نعضروه ناس أخرين اللي سمحوه قاع ونعضروهم ومبقوش بغوش يشتغلوه صراحة نعضروهم نعضروهم تصور هدي السينين طرحوا هاد المشكيل ديال الشابب طرحوه طرحت فجرادة كان عاد ما نعرفوش هاد الحركات وهاد المسائيل هاد الخطيرة اللي كتوقع دابا قلهم الشابب خاصة الوقت ديال الشابب خاصة يتعمر كان المركز كان هناك فن ديال الرسم كان المصرح كان الغيناء يعني كان ما يدار يعني كان ما يدار وكان نعطيه طاقات ونخرجه يعني أرغم أن الفنان هاجر كي بقدك الحانين جدورك أجدورك الهجرة هي مثلاً لتغيير الوضعية يعني أنا معاها تغيير الوضعية أوكي رغم أنك ما تسخاش بحبابك ما تسخاش ببلادك ولكن شكون بوحدهم ما يقدروش إنسان بوحدهم ما يقدروش كما قال الفنان الكريم لا لا فاطمة مش فكرتي تدريش حاجة هناك ضروري ولا بدا شنو فكرتي؟ ضروري إن شاء الله شلو الطموح ديالك؟ الطموح ديالي هو الشابب دياله هناك نشر الوعي نعم لكي لا يستخدمون الوضعية كي بانون بزاف ديال البابان إذن الآن الهجون خصوصهم نشر الوعي وعي نشر الوعي وعي نشر الثقافة الفن الفن الفي بزاف ديال في بزاف ديال نعم نعم بزاف ديال 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 ديال خناري ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأيضاً نانسي قنقر 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 ونزرع نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر